السلام عليكم كيدا يرين لبس عليكم كنت سمنى تكونوا باخر وعلى خير وفي صحة جيدة وفي احسن الاحوال اليوم قلت ضروري ما نشارك مع المشاهدين ديالي هاد اه الطريقة باش كي يصابوا هاد الصافون يعني بزيغي بالزيت المحروقة احنا دائما كتكون انا الزيت الشيطة ديال الفريط ولا ديال السفنج ولا درغايف ولا اي حاجة كنشبرو كنلحوها ولكن من اليوم كنسحكم ما تسيبوش وما تتلو او حوشي ولا ما ترميوش ديالك الزيت المحروقة احتفظوا بها يعني فيما تشتليكم شي زيت صفيوها وحيدوها في واحد القرعاء ولا بشئينها تنهى اللي تجمعوكم 5 ليترو ديال الزيت المحروقة بالنسبة للمقادئ غنحتاجو 5 ليترو الزيت وهاد الصوداء صوصة صوداء ديال يعني الصوداء الحارقة وهنا الاواني اللي غنحتاجو باش نصيبوها تصابون غنحتاجو غي الاواني ديال البلاستيك عندي هنا يا ايناء ديال البلاستيك وبالنسبة للمقادئ غنحتاج خمسة ديال يترود المقادئ خمسة يترود السيت في كيلو ديال الصوداء الحارقة اللي كتواجد عند الدرغورية وغا تصيب بها الصابون نكونو كنصيبو هاد الصابون ضروري ما نعملو القفازات ونستعملو ملعقة خشبية والاواني ديال البلاستيك ونعملوها كده اديك الكمامة باش إلا كان فيك شي حاساسية ولا شي حاجة متفلاشي عندك البخار حيت مني كنفرغو داك الصوداء الحارقة في المبارد را كيقول لي داك المغاليان يقول لي بحال بركان يعني كتكون يعني الحراري يعني البخار يلو كيطلع لك مع وجهك ولا شي حاجة ضروري ما تعالي الوقاية الراسك وتعملي الكمامة وكي نبدو نخلطو فاداك الصوداء الحارقة في الماء حتى كالدوب يعني كتكون يولي المغاليان ونبعد كنخليوها كنبقاو عليها بتحريك تاك نحسو باداك الصوداء الصوصة كاملة دابت ما بقاتش الحبيبات ديالا كيبانو وتاك تبردلينا واحد شوية عاد كندوزو نصيبو بها الصابون بالنسبة لها الصابون يعني هاد الكيميارة اقتصادية غا تخرج لك واحد كيميارة كبيرة ديال الصابون وكيما كتشوفو هادا هو الزيت وهادا هو الماء هنا ايا غانا امريكم نوريكم هنا ايا اسطل فيه يعني هاد انا الفلاستيك فيه خمسا يطرود الماء وكيلو ديال الصوصة حارقة اللي كت نخلطوها بمع العاقة خشبيات كنحسو بها دابت ما بقاتش يعني ما بقاتش حبيبات وما بقاتش سفونة بزع وهنا فاد البانيو ولا فاد الايناء ديال فلاستيك عنا خمسا ديالليترو ديالزيت محروقة بعد ما صفينها والطارقة كيفاش غانستعملو باش نصيبو هاد الصابون كنبقا ونخلطو بملعقة خشبية على شكل دائري مقاش نخلطو يمين وشمال ولا خلطو صافي غانبقا ونخلطو على شكل دائري يعني نفس تيجاه ياما كدها يمين وياما كدها يسار كنبقا ونفرغو في الصوصة ديالنا والماء كنبقا ونفرغو شوية بشوية ما عدت حليك بدون توقف كنبقا ونخلطو نخلطو تكي عقد لنا الصابون بالنسبة لهات الصابون هادا را كيزو البقع من الملابيس را خاطير ازالة البقع ما كيخليوش لباش وف البطانيات ولا في الليموكات يعني اي حاجة عندك في الضارو تقوزه تعال الزليج ولا اي حاجة كتستعملا را كيكون كيزو البقع ما كيخليش لطاش نهائيا وكنصح السيدات يعملوها الطريقة هادي معا احنا دائما كنلوحه بزرد يزيد هذه الطريقة اقتصادية باش تصعيب الصابون وكذلك الصابون هادا ما نحادي وشي نعني ما استعملوه شي تكتفوت عليه كتفوت عليه اربعون يوم او اربعين يوم عاد كنستعملو هات الصابون عاد كيقول لي صابون يعني ما يصلح شين حادي و هات الصابون مهمني كانصيبو الكي يعقدلينا بحلكتا نفرعوه في الكواليب اللي بيغينا الحجم اللي كانحتاجو SERون احنا و quandフرغوه في الكواليب الحجم اللي غنحتاجو الظلام لعارفين غنحتاجو figure كانوا لامندة ثلاثيام انحيدوهم القواليب و مهمني كانتحيدوهم القواليب كانتحيدوهم في خطوة شيء بلاصه تكون WITHίν ماشي سخونة تكون بردة probable نجعله حتى يدوز 40 يوم عاد كان قاموا ستعملوا وهذا الصابون هذا عاد كان نجبدوه وهذا هو الاستعمال دياله هذا وشك وكنتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو استفتتم منه وكنت نقول لكم مع السلامة وإلى الفيديو المقبل ان شاء الله